هاي كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة اعطى فيه لبرج الميزان رحاول احكى فيه عن المشاعر الحبيب نواياه مستقبل العلاقة مع بعضكن كذلك رح حاول احكى عن العزة بعد ذلك برج الميزان رح نشوف هالفي شخص جديد بحييتكن او لا وهذه القراءة برشة مسي قمري طالع وفي امكانية كذلك ان تكون قراءة عكسية بداية يا برج الميزان عم شوفك تتذكر شخص من برج الميزان او تتذكر شخص ما كان انصفك بالماضي ورحلت عنه وممكن كذلك انه تتذكر او عندك افكار دائما حول قضية بالمحكمة ومشاكلك بالمحكمة وعم تشوف هالقضيسة اربحها املا كذلك همشوف طاقة الحبيب حاليا كأنه هاد الانسان يعني همشوف حالتين بهذه القراءة ممكن للبعض همشوفه كأنه الحبيب بيحس حاله انه انت خطفت له قلبه وانه انت شخص ساحر جدا وشخص ما فيه يعيش بلك وعم ينتظرك يعني همشوف ابتعاد او في زعل خفيف بهذه العلاقة وممكن للبعض همشوف طاقتهم او طاقة الحبيب وهيك هم يشوفوه على انه شخص خائن شخص ما بستحق انه ينتظروه ابدا ومو بيستحق انه يكونوا معه وعمشوفون يتمنون رجعت هاد الشخص للانتقام او يعني يحسوا انه رجعت لون كرامتهم عمشوف طاقة الحبيب حاليا اخد وقت لحاله ما عم يحكي مع احد ممكن مبتعدين انتم مع بعض وعنده افكار تجول بباله كتير طويلة وممكن عنده كذا فكري عم تجول بباله وممكن عنده عدد اختيارات عم يفكر فيها هذا الناس كتير اللي عم شوفون الحبيب خائن وممكن عنده خيارات عديدة وممكن عم يعني يحكي مع كذا شخص يعني عم شوفو غاوي علاقات حب وللبعض امشوفو الانسان مبتعد عن قون وعنده اشياء تشعر لباله من مواضيع تتعلق بالعمال مواضيع تتعلق باشياء عدة كذلك عم شوفك مشاعرك نحو هذا الانسان مشاعر حلوة مشاعر جميلة دائما تريد اه الصلحة والرجعة وتريد تحسين الامور تصليح الامور اذا كانت الامور غير سوية فانت تنوي ارجاع هذه الامور الى ما كانت علي او احسن كذلك عم شوفك تشعر بعدم الامين عم تشعر بعدم الثقة ممكن هذا الانسان خان ثقتك وممكن انت محتاج لشريك بالحياة يعطيك الامين بالحياة يعطيك الدفع داخليا انت ما عم تشعر بعض الاشياء برج الميزان عم تشعر كذلك برج الميزان على انه انت Trittsvale او او اف reading السباب سباب الاشياء اللي ما خلىتك تظلم هado الاشداب هو انه ممكن كلامه صليح شوي وممكن هو كتير حازم اه اا او اقت ام اكثر هقول كلام يجرحاكم وخام شوفه كذلك يع Also once again شخص عنده علاقات دائما يتطلع له علاقات جديدة ما بيميل معالعلاقات دائما هو يريد اشخاص جدد عم ممكن للبعض هاد الشخص عمشوفه عنده اهتمامات مادية كتير عالية ودائما يطمح للنجاح المعدة وممكن هاد الشيء يجعله هاد الشخص يهملك بحييته كذلك عمشوف الاشياء اللي بتحبه فيه ممكن بتحب فيه لانه شخص قلبه كبير وبحب العيلة بحب الأسرة بحب اللمة انت بترتاح لما بتكون مع هيك شخص بتحس حالك فيه امين داخلي عمشوف كذلك الاشياء اللي ما بحبه هو فيك ممكن هاد الشخص الذي تتعامل معه ممكن يكون كذلك برج سرطان ممكن تبالك حتى برج عدراء عمشوفه لهذا الشخص ممكن ينظر اليك على انه انت صاحب شوي مشاكل دائما نكده او قاد وعم يشوفك كذلك على انه شخص بتبعث فيه مسجيات كتير ممكن اوقات ما عم يكون مشغول هو ما بحب هذه الامور ممكن في بعض من الاشخاص اللي لكن يا برج الميزين كل ما يعني قللت كلامك معه كل ما كنت يعني عم تحسه بجفاء دائما ودائما في تكبر بيضل هذا الشخص معك ممكن هو من هذا الاشخاص اللي بحب انه المرئة او الشخص اللي معه دائما يكون شخص صعب المنال ما بيقدر انه يصل اليه هيك هو بحب على فكرة هو داخليا او باطنيا بالعقل الباطل له بحب انه دائما يبحث عن شخص الصعب المنال اذا كنت شخص سهل المنال ما راح يكون معك ابدا عمشوف كذلك حتى الاشياء اللي بحبه فيك على انه انت بتحبه بحب الحب تبعك يا برج الميزين بحبك على انه شخص جميل جدا وشخص تحمل جويتك كتير اشياء حلوة عمشوف كذلك الاشياء اللي ينوي معك ممكن ينوي رجع او ينوي تصليح امور كانت علقة بالماضي تجديد عهود اذا كان في مشاكل بالماضي فهذا الشخص يريد العودة من الجديد وتصليح امور كانت بالماضي عمشوف كذلك نيتك نحو هذا الشخص هي برج الميزين ممكن انت واخد قرار على انه هذا الانسان ممكن جرحك كتير والاستاذك متألم جدا من هذا الجرح اللي عمله هذا الانسان اتجاهك ممكن عم حس كذلك على انه تريد الرجع تريد بداية جديدة تريد العودة مع هذا الشخص بس بقرارات تبعك يعني قرارات جديدة انت رح تفرض على هذا الشخص ممكن لانه هو غاوي نساءه يعني غاوي شخصية جديدة دائما يريد ان يكون مع شخصية جديدة عمشوف كذلك مستقبل العلاقة مع بعضكن رح يكون شوي يعني فيه تحديات عنا عمشوف انه مستقبل العلاقة جيد لا انكر بس فيه تحديات فيه اخد عطا فيه كلام ممكن يكون شوي جارح وحد ممكن فيه كبر كل واحد عنده كبر عالي كل واحد عنده كرامة كتير عالية ما فيه تنازلات عمشوف شوي من التكبر كل واحد يريد الاخر بس مش قادر يعني يعبر له عن الاشياء اللي بده يهيها دائما بناظروا من بعيد بس ممكن ببين على انه لا لا اريدك عندي اشخاص يهتموا فيني بس عمشوف العلاقة رح تستمر رح تستمر او رح تستمر الى ان تصلها الى شيء جيد بس ممكن رح تكون شوي فيه تحديات كتير لهذا العلاقة لانه انتو شوي هيك مو متوافقين جدا عمشوف ممكن عمشوف الطاقة اللي عم تطلع عندي ببرج الجوزاء عمشوف برج الحمال عمشوف برج الدور وعمشوف كده عليك برج العذراء ممكن عمشوف انه بيقلك دل متفائل تجاه الحب تبع حياتك بيقلك لازم انه تخلي تفكيرك positive او تفكيرك اجابي ولازم تحارب من اجل حياتك رومانتية يعني لازم تخلي دائما تفكيرك اجابي ما تخلي التفكير السلبي يأثر عليك ولازم تقاتل من اجل هذا الحب ممكن هذا الحب سيثمر بالمتقبل مو بالوقت الحالي ممكن هذا الشخص عمشوفه صغير السن وممكن كدهلك يكون ما عنده تجارب كتير وبده يعني ما بيعرف قيمتك حاليا مع المستقبل رح يعرف قيمتك برج الميزان عمشوف كدهلك العذر برج الميزان عمشوفهم مدمرين كليا عمشوفهم تفكيرهم تقريبا سلبي ممكن بدتون استقرار ومش عندون استقرار بحياتهم سواء كان بالعمل سواء كان بالعلاقات سواء كان اي شيء يبحثون على الاستقرار يا برج الميزان بس عمشوفكم التفكير السلبي وغيم على هذي على افكاركم ممكن تريدون عدل تريد انصاف يا برج الميزان تريد اشيات يعني تخليك انت تستمتع شوي بالحيات عمشوفك بتفكير مطولا عمشوف في اشياء عم تطرر عقل برج الميزان سراحة ليش هيك يا برج الميزان يرقف بحالك عمشوف كدهلك محتفز بكرامتك محتفز بمشاعرك ممكن حاليا بتفكر بشكل مطول بماذا تفعل بالمستقبل عمشوفه تحطيم للقلب سراحة عزي برج الميزان كتير تعبانين لهيك بقلك انه لازم تفكر بشكل منه الايجابيه انت في صدد تفكير بمشروع او شراكة مادية مع شخص ممكن هذه الشراكة ستثمر الى ان تصبح شيئا من الجيد يعني ممكن هي ببدايتها بس عمشوفها ستثمر الى ان تصلها الى شيء من الخير يعني عمشوف الحظ سيكون معك بس انت تشتغل اذا عندك فكرة اذا عندك مشروع عندك شراكة مع شخص سواء كانت شراكة عملية او كانت شراكة مع شخص يعني علاقة حب او شراكة عاطفية بس عمشوفي التفكير التفكير السلبي يعني يعني الضل الاسود او الضل السيء اللي عم يخرب لك تفكيرك ما عم يخليك تشوف الحقيقة او تشوف النهور بس قاتل من اجل حلمك سواء كان عمالة سواء كانت علاقة سواء كان اي كان اوكي عمشوف حتى في ضبابي بالتفكير ما عمشوفك ترى الحقيقة عمشوف كذلك على انه تحس حالك انه تسعى وراء الاشيء اللي بدك ايها بس ما عمشوف في تحصيل بس تحصيله رح يجي ان شاء الله يا برج الميزان بس شوي لازم انه تخلي تفكيرك متوازن وتفكيرك ايجابي هيدا كل شي بيطلع لبرج الميزان بتمنع لكم كل الخير والمسارات وماتن سواء مولي لائك